يعني حاجة تسر البال والخاطر أنه الشعب السوداني كله الآن تغريبا كل الشباب السوداني جاهز للقتال يعني كل الشباب السوداني الآن في حالة بتاعة وعي بأنه عنده ضريبة لأمن وأمانه وأمن وأمان أهله وأمن وأمان البلد ودينا فتكنا دي مرحلة متقدمة جدا من الوعي الشعبي ودل بخلينا نحن نقول أنه السودان محصن من المشروع دمه واحدا المشروع الفرتق الصومال وفرتق أفغانستان وفرتق العراق واستثمر في الخلافة الإسني في العراق والديني في العراق والفرتق سوريا واستثمر في الخلافة الديني والموجود في سوريا والفرتق ليبيا الآن مكسومة لأنوصين اللي بخلينا نحن نكون رغم حالة الحرب الشديدة في السودان ورغم الدمار الهايلة اللي أحدثته هذه الماليشيا في السودان نحن نقول أنه هذا النموذي لن يتم تطبيقه في السودان الرهان أصلا مبنى على هذا الوعي وعي هؤلاء الشباب في أنهم هم عرفوا العدو منه وعرفوا ماذا يريد العدو العدو يريد تفتيت الدولة السودانية العدو يريد تسليم هذه الدولة لإرادة الخارج يعني ولوكلاء إرادة الخارج فبالتالي أن دفع الشباب السوداني كله بكل أطيافه وتجيير هذه المعركة لصالح مجموعة حزبية ولا أجند حزبية صراحة فيه خيانة للبلد والكلام ده أنا أقوله هنا للإعلاميين أنا يعني قاعدنا شارك في الاجهة الإعلامية دي مع الناس بتلقى فيه مزيع ولا تلقى فيه مزيعة من نبرة سؤاله بتعرف أنه بيحضر لتخوين البلد والوضع في البلد يعني بتلقى فيه أشخاص بيتكلموا عشان يدافع وجهة نظره الخاصة بحزب ولا أنا يخون المعركة دي كلها يجير لي صالح كيزان وغيره هذه المعركة ليست سياسية هذه المعركة يشارك فيها الكيزان يشارك فيها الكيزان لديهم فيهم قصب صبق عندهم قصب صبق وعندهم شهداء وعندهم قدموا هل هي معركتهم الخاصة؟ لا هذه المعركة يشارك فيها الشعب السوداني كله شاركوا فيها الشباب غير مسيس تماما شاركوا فيها الشباب من قوى سياسية أخرى حتى أولئك الذين كانوا يعارضوا النظام السابق بتاع البشير وخرجوا في هذه المظاهرات وكانوا مع السورة وفي خط السورة الأول الآن يقفوا مع هذه المعركة إما بالقتال وإما بالمواقف حتى في وسط القوى السياسية الآن اللي كانت بتآذر مشروع تفتيت الدولة السودانية في الفترة من بعد فترة الانتقال لما انظهر هذا المشروع وظهرت ثنائية الدعم السريع وتقدم ظهرت أصوات من داخل هذا التكتل السياسي الآن نحن شايفين أصوات بدأت تغرد خارج هذا السرب لأنه حسد بالمسؤولية الوطنية حسد أنه ما تقوم به هذه القوى السياسية في مؤادرة هذا التمرد بالحديث عن أنها هي في الحياد وهي تدعو لإعادة تشكيل المشهد بإعادة هذا التمرد في حياة السودانين إنه ده خيانة للبلد ولذلك ظهرت أصوات يعني لماذا لا أسكر أسمع برضو عشان نحن ما نجير القصة لصالحه لكن الناس كلها تعرف الآن منه الكامل في القوى الحرية والتغيير الآن موقفه متغيير منه الكامل معارض لنظام البشير طوال حياة كلها والآن يقف مع القوات المسلحة بل بالعكس الآن يدافع عن القوات المسلحة ويدعو لنصرة القوات المسلحة يعني فيه من اليسار في ناس موجودين من الحركة الشعبية لتحرير السودان اللي قاتلت الجيش السودان إذا من سنة الثلاثة وثلاثة وثلاثة مع القوات المسلحة هذه المعركة جعلت مقاتلين يتبعون لعد الواحد محمد نور ينزل من جبل مرة وهم يقاتلوا في الجيش السودان إذا ينزلوا من جبل مرة الآن ينضموا للقتال في الفاشس مع القوات المسلحة فإيقب تجيير هذه المعركة التي يقاتل فيها كل أبناء السودان يمينهم ويسارهم معارضهم الذي عارض الحكومة بالدماء والأشلاة والقتلى وغيره ومن كان يقف في الصف الحكومة هذه المعركة توصيفة بأنها معركة بتاعة كيزان والسكوت على ذلك حتى في أضابير التواصل الاجتماعي وتمرير هذا الخطاب فيه خيانة للبلد والكلام دانا أقوله لصالح الشباب الواعي إنه ما نسمح بأنه تسمى هذه المعركة هي معركة كيزان مش لأنه الكيزان ما مشاركين مشاركين الكيزان لأنه هذه المعركة أكبر من كل القوى السياسية وهذا التحدي هو تحدي السودان أن يكون أو لا يكون ومنوع هذا التحدي من الحركات المتمردة على الدولة السودانية طول تاريخها انضمت لهذه المعركة من القوى السياسية التي كانت ضمن المعارضين لهذه الحكومة وهذه الدولة السودانية طوال عقود من الزمن الآن تقاتل مع الدولة السودانية